السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب الصف الرابع لاتدائي النهاردة معدنا مع الحلقة الاولى في سلسلة بعنوان امتحانات الوحدات ومعنا النهاردة اول امتحان على الوحدة الاولى اللي هي بعنوان طبعا حابب اقول لكم اني شرحت الوحدة الاولى والتانية والتالتة كاملين هتلاقي الروابط في سندوق الوصف اسفل فيديو او في علامة الاي اللي هتظهر فوق دي وطبعا لما شاركش في القناة اشتراكوا يفعل الجرس عشان يوصلوا يشعر بكل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها على القناة يلا ندخل في الموضوع على طول ده النموذج النهائي اللي الوزارة نزلته وهو من 30 درجة ولازم ندرب ولادنا وبناتنا عليه تعالى نبدأ كده مع بعض في اول سؤال السؤال الاول طبعا لازم نعرفهم معنى رأس السؤال ايه بالزبط مطلوب منهم ايه يعني استمع واكتب صح ام خطأ وده عليه 8 درجات 1 2 3 4 اربع جمل باربع علامات هتاخد عليهم 8 درجات يبقى معنى كان النقطة بدرجتين بتسمع النقطة كويس وتشوفها هي صح ولا غلط تعالى نقرأ كده الجملة الاولى يعني ايه الكلام ده يعني نحن نستخدم يعني نحن نستخدم يعني الجهاز الهضمي علشان نهضم اللي احنا بنكله يا ترى الكلام ده true ولا false صحيح ام خطأ طبعا الكلام ده true يبقى اول جملة دي true يعني صحيح كده خط درجتين قش على الجملة التانية كلمة we chew يعني نحن نمضغ food يعني الطعام with our nose نوز يا ولاد يعني الانف بنمضغ الطعام بالانف ده true ولا false طبعا ده false يعني خطأ عكده we need energy and nutrients in our body we need energy يعني نحن نحتاج الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية in our body في جسمنا ده true ولا false طبعا الكلام ده true يعني ايه true يعني صحيح اخر حاجة we have one long ربنا خلق لنا رئة واحدة we have يعني نحن نمتلك one long يعني رئة واحدة طبعا الكلام ده false يعني خطأ ربنا خلق لنا رئتين بكده يبقى انت عرفت اول سؤال المدرس هيخش يقولك في الفصل الجملة وانت تكتب صح والله غلط الجملة دي السؤال التاني اللي معانا في الامتحان ياولاد بيقول read and complete the text with the word from the books يعني اقرأ واكمل النص بكلمات من السندوق السندوق اللي انت شايفه ده فيه ثلاث كلمات هتكمل بيه النص اللي مكتوب ده وده عليه ثلاث درجات يعني كل كلمة من دولة هتحطها في مكانها الصحيح هتاخد عليها درج Egyptian farmers produce many things يعني الفلاحون المصريون ينتجون الكثير من الاشياء many things يعني الكثير من الاشياء we grow space in Egypt نحن نزرع ايه في مصر طبعا we grow rice rice يعني الارز نحن نزرع الارز في مصر in Egypt يعني في مصر بعد كده we space chicken in Egypt اللي chicken يا أولاد الفراخ احنا كنا قلنا في الشرحة قبل كده ان احنا بنعمل لها raise raise يعني نربي we raise chicken in Egypt يعني نحن نربي الفراخ في مصر our food is special and space our food يعني الطعام بتاعنا أو الأكل بتاعنا مميز جدا وطعمه ايه طبعا delicious يعني ايه كلمة delicious يعني لذيذ دولت عليهم كم درجة ثلاث درجات كاملين سهلين جدا يبقى عرفنا كلمة rice يعني ours raise يعني نربي delicious يعني لذيذ يلا نخش على السؤال الثالث السؤال الثالث زي ما احنا شايفين كده بيقول read and match A with B يعني اقرأ وصل العمود A بالعمود B وده عليه كم درجة four marks يعني أربع درجات كل جملة من دي هتوصلها هتاخد عليها درجة جملة الأولى بيقول when we eat and drink يعني لما بناكل وبنشرب يطرى we use our bones and muscles بنستخدم عضمنا وعضلتنا ولا we use our digestive system بنستخدم جهازنا الهضمي ولا to see بنشوف ولا to test بنتزوق ولا we use our respiratory system بنستخدم جهازنا التنفسي لا يا مستر لما بناكل وبنشرب we use our digestive system يعني بنستخدم جهازنا الهضمي يبقى احنا نعمل ماتش كده او نكتب هنا بي بي يعني واحد دي تاخد بي نكتب هنا بي بس خلاص وممكن منوصلش ممكن نوصل وممكن نكتب هنا بي وخلاص الجملة التانية بتقول when we breathe يعني لما بنتنفس طبعا الاجابة اخر واحدة اللي هي we use our respiratory system كلمة respiratory system يا مستر يعني جهازنا التنفسي بنستخدم جهازنا التنفسي فعلا مزبوط جملة الرقم ثلاثة when we move لما بنتحرك لما بنتحرك يعني بنمشي وبنلعب وبنجري we use our bones and muscles بنستخدم البونز يا ولاد يعني عضمنا ومسلز يعني عضلاتنا bones يعني عضم muscles يعني عضلات جملة الرقم اربعة we use our eyes يعني نحن نستخدم اعيننا طبعا to see لكينارة to هنا معناها لكي we use our eyes كلمة eyes يعني عيون طبعا الاجابة هتبقى to see يبقى اذا to test دي ملهاش لازمة هنا مش هتتوصل بأي حاجة هو جايبها بس عشان يلخفيني وخلاص السؤال الرابع اللي معنا يا ولاد بيقول read the text and answer the questions يعني اقرأ النص ده وبعدين answer the questions يعني اجب على الاسئلة وده عليه فول ماركس يعني اربع درجات يعني كل نقطة هتحلها هتاخد عليها درج نقطة واحد نقطة اتنين نقطة تلاتة نقطة اربعة هتاخد عليهم اربع درجات بس اتنين اختياري واتنين انت هتكتب فيهم تعال نشوف كده مع بعض بيقول we need oxygen in our bodies يعني نحن نحتاج الاكسوجين في جسمنا we breathe in air through our nose يعني نحن نتنفس الهواء من انفنا our diaphragm goes down and pulls air into our lungs يعني الحجاب الحاجز بيهبط الاسفل وبيسحب الهواء جوه الرئتين in the longest the oxygen from the air goes into our blood اما في الرئتين بقى الاكسوجين اللي في الهواء بيخش جوه الدم يعني الرئتين دي بتدخل الاكسوجين اللي احنا بيتنفسه جوه دمنا our hearts pumps it around our body يعني قلوبنا كلمة hearts يا وياد يعني قلوبنا pump is it كلمة بمبي يعني بتضخ الدم حول الجسم يعني القلب بقى بيضخ الدم في الجسم كله بيقول لي بقى جواب على اسئلة دي choose the correct answer يعني اختار الاكسوجين ده الصحيح we need space in our bodies to breathe يعني نحن نحتاج ايه في جسمنا علشان نتنفسه يا تارا water يعني مية carbon dioxide carbon just reduce يعني العصارة الهضمية ولا oxygen طبعا الاجابة الصحيحة تبقى كلمة oxygen نحن نحتاج الاكسوجين في جسمنا علشان نتنفسه oxygen رقم اتنين معانا بيقول our space pump is blood around our body طبعا space يا ولادي يعني نقط space يعني نقط يعني فراغ يعني حتة فاضية كده our space يعني النقط دي pump is blood around our body بتضخ الدم في جسمنا ايه اللي بيضخ الدم في جسمنا يا تارا nose الانف ولا lung الرئة ولا الهارت القلب ولا liver الكبد طبعا الاجابة صحيحة تبقى كلمة heart يعني القلب هو اللي بيضخ الدم في الجسم نخش بقى على الاسئلة اللي احنا هنكتب فيها السؤال الاولاني بيقول لي او بيقول لي هنا answer the following questions يعني جاوب على الاسئلة دي where does the oxygen from the air go اين يذهب الاكسوجين الذي يأتي من الهواء طبعا الاجابة هتبقى it goes into our lungs يعني انه يدخل الرئتين او it goes into our respiratory system بيخش الجهاز التنفسي دي صحي ودي صحي طبعا جملة رقم اتنين how can we breathe in air كيف نتنفس الهواء يعني بنتنفس منين طبعا الاجابة through our nose through our nose يعني بنتنفس الهواء من الانف ممكن نقول كمان and mouth يعني والفم ممكن نتنفس من من انفنا او من فمنا عادي جدا السؤال رقم خمسة معنا بيقول rearrange the words to make correct sentences يعني قعد ترتيب الكلمات لصناعة جمل صحيحة قعد ترتيب يعني rearrange الجملة دي مكتوبة غلط وانت هترتبها علشان تبقى صح بيقول لي هنا which طبعا احنا خدنا في الدرس بتاعنا لو هترجع له في الحلقات اللي انا شرحتها هتلاقي الجملة دي مكتوبة بالنص في درس الاستماع بتاع الوحدة الاولى which food يعني اي طعام comes from يعني يأتي من which food comes from our country our country يعني اي طعام يأتي من بلدنا زي ما انت شايف كده وزي ما نزلت لك الاجابة مكتوبة قدامك جملة التانية بيقول يعني انا ايت طبعا اللي تحتها خط يا اولاد دي اللي احنا هنبدأ بيها يعني دايما الكلمة اللي تحتها خط دي هتبقى رقم واحد يعني انا بأكل خضروات وانا كمان بطمرة يبقى انا بأكل خضروات وبطمرة الجملة ببعد كده اناوز اناوز يعني الانف يعني الانف دي هولاد تكون في منتصف يعني وجهنا اعتقد دولة كنا شرحناهم برطو قبل كده تعال نخش على السؤال رقم 6 السؤال رقم 6 سؤال سهل جدا بيقول يعني ضع علامات ترقيم مناسبة للجملة دي بيقول يعني ما هو الحلو المصري المفضل لديك الحاجة الحلوة اللي انت بتحبها في مصري ايه هي يا طرى تعال نشوف هنعمل علامات ترقيم ازاي اولا اول حرف في الجملة اتفقنا لازم يبقى يبقى الضابليو دي لازم تبقى زي ما انت شايف كده كمان الجنسية والبلد ياولاد لازم اول لتر فيها يبقى يبقى دي لازم تبقى يبقى هنا الضابليو وكمان الآخر حاجة علشان ده سؤال لانه بدأ بكلمة وط اي جملة لقاها بدأ بال يبقى ده سؤال على طول تحط هنا في الآخر زي ما انت شايف كده يبقى الضابليو كبرناها كمان الآخر حاجة حطينا ودلوقتي معدنا مع اخر سؤال في الامتحان بيقول يعني اكتب موضوع تعبير من 18 كلمة عن طبعا ده عليه اربع درجات عن الجهاز الهضمي يعني بعض العناصر اللي ممكن تساعدك او بعض الكلمات اللي ممكن تساعدك شبه كلمة يعني يهضم يعني طعام يعني معده تعال نشوف كده احنا ممكن نكتب هنا ايه اول جملة ممكن نكتبها نكتب الجملة دي يعني نحن ونستخدم جهازنا الهضمي علشان نهضم اللي بنكله واللي بنشربه ودي جملة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها وتحفظها علشان تعرف تحطها في الامتحان ثاني يعني نستخدم جهازنا الهضمي لهضم ما نأكله ونشربه الجملة رقم اتنين the food moves from the esophagus to the stomach the food يعني الطعام moves from يعني ينتقل من the esophagus يعني من المريء to the stomach الى المعدة اخر جملة عندنا the liver takes out the fat the liver يعني الكبد takes out يعني يخرج ذفات يعني الدهون اللي موجودة في الاكل والسموم اللي موجودة في الاكل الكبد بيئزلها من جسمنا ثاني the liver takes out the fat وبكده يبقى خلصنا اول امتحان على الوحدة الاولى اشوفكم في حلقات جيدة كان معكم مستر محمد العاطف من قناتي على اليوتيوب السلام عليكم